السلام عليكم ورحمة الله إذن بالهجرة اكتملت المرحلة المكية 13 عاما منذ البعثة انقسمت إلى 3 مراحل كما قلنا في المرات السابقة الأولى كانت المرحلة التي تشكل فيها الفريق المركزي حول النبي صلى الله عليه وسلم ومدة تلك المرحلة 3 سنوات ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية وأنذر عشراتك للأقربين واستمرت هذه المرحلة التي حاول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الدعوة داخل المجتمع القرشي حاول أن تسلم مكة وأن تصبح عمودا للدعوة الجديدة واستمرت مرحلة طويلة انتهت الحقيقة بالضبط في مرحلة الحصار في منطقة الشعبي أبي طالب ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وانتقاله إلى المرحلة الثالثة والأخيرة ثلاث سنوات حاول من خلالها أن ينتقل إلى إطار جديد جغرافي خارج مكة من خلال اتصال بالقبائل المختلفة وزيارته للطائف ثم انتهاءا بأحاديثه مع الأوسي والخزرج وانتقاله إلى المدينة المنورة إذن من المهم هنا أن نقف قليلا لكي نتأمل في الدعوة والرسالة وارتباطها بالمكان وارتباطها بالمنهج الذي اتبع في ذلك المكان عندما نستعرض آيات القرآن الكريم وبالمناسبة هنا نتكلم عن القرآن المكي لأنه كما تعلمون هناك القرآن الذي نزل في مكة المكرمة ثم القرآن الذي نزل في المدينة هذا مكي وذاك مدني غالبية القرآن المكي تمحور حول زرع قيمة التوحيد أساسا وتنقية الإيمان من الشرك الذي طرأ على رسالة إبراهيم عليه السلام باني الكعبة عمود الصلة المباشرة ما بين قريش وبقية العرب باعتبارهم أنهم سدنة البيت الذي طرأ على العقيدة الإبراهيمية الأساسية هو شرك محدث وبالتالي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما تمحور حوله القرآن الكريم هو تخليص هذا الدين مما علق به من شرك وبالتالي ليس اختراعا ليس خروجا عما كانت قريش تعرفه حقا وتعرف أنه دين إبراهيم عليه السلام وإنما اعتدادها بالأباء واعتدادها بالمفاخر واعتدادها أيضا بمحاولة الهيمنة والسلطة وما طرأ على نفوسها من مغانم ومكاسب مادية ومنزلة ما بين العرب كل ذلك حالة دون أن تتبع الطريق الإبراهيمي السديد ولذلك العقيدة التي أكد عليها القرآن المكي والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي العودة إلى أسس العقيدة الإبراهيمية الصحيحة التي انبنت عليها أصلا مكة وأصل بناء هذا البيت الذي يعتبره المكيون مركزا لقوتهم ومركزا لسيادتهم بين قبائل العرب ثم من بعد ذلك أيضا القواعد الكبرى الأخلاقية الحاكمة للثقافة التي كان مجمع عليها في ذلك الوقت ولكن أيضا التي انحرفت انحرافا بينا عن النهج القويم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه مع قريش أو في أحاديثه مع القبائل الأخرى وقد رأينا ذلك مع بني شيبان على سبيل المثال عندما سألوه ماذا تدعو يا أخ العرب قال تلى عليهم قال الله عز وجل في صورة الإنعام الآيات الثلاث قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم ذكر المحرمات في الثلاث آيات ألا تشركوا به شيئا هذا تركيز على أصل التوحيد وأن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم تحدث بعد ذلك على المحرمات الكبرى تحدث على عدم قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم بعد ذلك يتكلم أيضا عن مسألة الإفاء بالكيل وبالميزان ومال اليتيم ثم العهد عهد الله عز وجل وأن تعدلوا حتى ولو كان هذا قرب ثم هذه القواعد الكبرى لا يختلف عليها أحد بمعنى قريش وغير قريش تعتبر هذه من مكارب الأخلاق وتعتبر سواها من مساوئ ومرادل الأخلاق ولكن كما قلت الانحراف العقد الأساسي ثم بعد ذلك تغلقوا الفكرة الهيمنة والسلطة والمال حورت من هذه القواعد الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصفاء العقيدة الأصلية ثم جاء أيضا بصفاء المكارم الأخلاقية الكبرى الخطاب النبوي في مكة المكرمة وبدايات الهجرة إلى المدينة المنورة تمركز حول هذه القواعد الكبرى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يزرع الأسس والقواعد التي تمحور حولها كل ما نسميه إسلام لكن بعد قليل في المدينة المنورة سنلحظ أن الذي سيحدث في المدينة هو تطبيق لهذا المنهج وهذه القواعد هنا النظرية وهناك التطبيق هنا القواعد والأسس وهناك المنهج العملي الذي سينبني عليه فعل وتواصل مع الناس جميعا ولذلك فعلا مرحلة مكة المكرمة كانت مرحلة أساسية المرحلة المكية هي المرحلة التي بني فيها الصرح المرحلة المدنية هي التي ظهر من بعد ذلك فيها التطبيق وفيها الفعل والقرآن الكريم في المدني أيضا كان مختلفا عن المكي في أنه تحدث عن القواعد تحدث عن الحدود تحدث عن المجتمع وتنظيم العلاقات تحدث عن أهل الكتاب ولذلك الخطاب في مكة كان يا أيها الناس الخطاب في المدينة كان يا أيها الذين آمنوا الخطاب في مكة كان إيقاعه وطريقته وأسلوبه فيه المحاججة وفيه الوعظ العميق وفيه الإشارات البالغة للأمم السابقة الخطاب في المدينة فيه الحديث عن الشرائع فيه الحديث عن القوانين والنظم فيه الحديث عن تنظيم المجتمع الداخلي وعن الأخلاقيات المنظمة لمجتمع الندني وليس لقرية كما الحال في المدينة في مكة أما بالنسبة لحقيقة المنهج الذي تناولنا فيه الحديث عن مكة الحقيقة المصادر عن الفترة المكية قليلة يعني السنوات هذه التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص في معظم كتب السيرة بأبواب محددة ورتيبة وفي معظم الأحيان الحقيقة مكررة نحن وضعناها في سياقها نحن لم نأتي بشيء لم نكن سرديين بمعنى معظم الفترة المكية درسناها في المدارس درسناها ورأيناها عمليا في معظم كتب السيرة وبالتالي وأنا الحقيقة أقول دائما في متابعة الإخوة لهذه الحلقات أرجو أن نعود إلى كتب السيرة وأن نقرأ في الحقيقة نذكر أنفسنا بالسرديات لأنه أنا لم أكن سرديا في مثل هذه الأحداث وربما في كثير من الأشياء كان فعلا جميل أنه الذي يستمع إلى ما أقول يكون محيط بها ولكن المهم أننا وضعناها في سياق سياق اجتماعي ولكن أيضا في سياق إقليمي وسياق دولي كان ضروريا أن نعرف ما الذي كان يفعله العالم في هذه المرحلة نعرف كيف أن البعثة النبوية جاءت مع انحسار لمنظومة عالمية لموازين قوة كانت قد تشكلت منذ مئات السنين وأوشكت على الأفول ما بين الفرسي وما بين الروم كان ضروريا أيضا أن نعرف التركيبة الاجتماعية والقبلية لجزيرة العرب ولمكة المكرمة تحديدا ولجوارها من القريتين في مكة وفي الطائف قبل أن ننتقل إلى ما نسميه بالمدينة هذا الصرح الكبير الذي سيؤسس لفكرة جوهرية فكرة منظمة فكرة مرتبة وفكرة أيضا تصبح عاصمة لفعل سياسي قادم في التعاطي مع الأمم ومع الحضارات المحيطة بجزيرة العرب كان أيضا مما رمينا إليه وهذا منهج تعلمته الحقيقة في الصحافة أن ننظر في الشقوق ألا ننظر إلى الأمور بكلياتها وأن لا نحكم عليها الأحكام العامة لأن هذا سهل ويسير والحقيقة كثير من الناس يحبوا الأحكام العامة لأنه تيسر عليهم الفهم أبيض أسود طريقة معينة في القول بأن كل من هو في مكة على سبيل المثال كلهم على قل برجل وحدا هذا ليس صحيحا عادة وهذا ليس حكما أخلاقيا بمعنى أن أبا جهل على سبيل المثال له منهج أبو لهب كان له منهج أبو سفيان كان عديه منهج ليس لأن واحد منهم أقل عداوة للنبي من الآخر لأن طبائع النفوس وطريقتها في التعاطي مع الأمور مختلفة ولذلك اختلفت أساليبهم في التعاطي مع النبي صلى الله عليه وسلم الشقوق التي كانت في المجتمع القرشي كان ضروري جدا أن نفهمها حتى نفهم كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوظفها لخدمة الدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم رأينا كيف استطاع أن يستخدم الغطاء القبلي بنو هاشم وبنو المطالب في حمايته من النبي صلى الله عليه وسلم استخدم جوار المطعم ابن عدي في عودته من الطائف إلى مكة استخدم أدوات كانت موجودة في المجتمع سخرها لخدمة الرسالة وأيضا كمل وتمم على ما هناك من مكارمة للأخلاق بمعنى أنه لم يأتي نافيا لم يأتي مقصيا لم يأتي مستأصلا إنما كمل وتمم ما كان موجودا من محاسن الأخلاق وحاول أن يبني عليها نظما جديدة كما سنرى قريبا في المدينة المنورة أيضا من الضروري جدا في هذه المرحلة المرحلة المكية أن نعي تماما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا بأن دعوته عالمية تطبيقها كان محليا لكنه منذ اليوم الأول قال حتى لعشيرته إنما أنا رسول الله إلى الناس كافة وإليكم خاصة بمعنى أن فكرة عالمية الرسالة لم تكن غادرت عقله هو لم يكن نبيا في مكة لقريش ثم قرر أن يصبح نبيا للعالمين في مرحلة لاحقة كما حدث على سبيل المثال في الدعوة المسيحية لأن عيسى عليه السلام جاء فعلا ليخاطب بني إسرائيل وفي مرحلة لاحقة جاء حواريه وجاء من بعده من قال بأن هذه الدعوة لعموم الناس وانتقلوا بها إلى مناطق مختلفة في الدولة الرومانية هذا منذ البداية منذ النواة الأولى للخطاب النبوي كانت حاضرة في ذهن النبي وفي خطابه أنه عالمي وللناس أجمع ولذلك كان يرى مكة قاعدة انطلاق للدعوة الآن يريد أن يؤسس قاعدة انطلاق جديدة لدعوة هي ذاتها ولكن بمكان آخر هو يثرب المدينة لاحقا نحن الآن نتكلم عن أن الدعوة النبوية فعلا كان فيها مراحل جوهرها واحد أدواتها مختلفة كان الجوهر دائما حاضرا منذ اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في احتمائه بالنمط القبلي وموازين القبيلة لم يكن يتحدث عن أن هذه القبيلة أفضل في عين الله عز وجل من غيرها القضية هنا أنه استخدمها وتعاطى معها وتفاعل معها لكن دون أن يؤسلمها وأن تصبح قيمة في ذاتها إلا ما كان خيرا منها مثل حلف الفضول عندما قال أنني شاركت مع أعماني في دار ابن جدعان حضرت حلفا ما أحب أن لفيه حمر نعم ولو دعيت إليه في الإسلام الأجب لأن فيه إعلاء للقيم التي جاء من أجلها لكن هو قيم القبيلة لم يجعلها نمطا إسلاميا يعتمده في دعوته إنما اعتمد الخير منها كما سنرى وقد رأينا فعلا في وثيقة المدينة كيف تحدث عن فداء العاني كيف تحدث عن العاقلة كوظيفة من وظائف القبيلة ولكنه لم يتكلم عنها كأفضلية لم يتكلم عن النسب ونحن نختم هنا بقصة جميلة لأكثم ابن صيفي وكان هذا الرجل من حكماء العرب الكبار يقيل أنه عاش 190 عاما وهو من تميم من قبيلة تميم التي أسلمت في وقت متأخر في آخر الدعوة الإسلامية في السنة العاشرة قيل أن أكثم هذا لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال سأتيه قالوا له أنت شيخ كبير وأنت سيدنا مش ممكن نبعث منذوبين فبعثوا اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد نحن رسل أكثم ابن صيفي إليك فمن أنت وما أنت وماذا تدعو إليه قال أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله أما من أنا فأنا رسول الله أنا عبد الله ورسوله أما إلى ماذا أدعو تلع عليه القوى الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكروا عادوا إلى أكثر فقالوا له ما يلي قالوا سألناه عن نسبه فلم يرفعه يعني قال محمد بن عبد الله ذكر اسمه واسم أبيه ما قال أنا الهاشمي القرشي من بني عبد مناف أنا ابن قصين ابن كلاب ما رفع من منزلاته نسبا قال أما عندما سألنا عن نسبه في الخارج وجدناه زكي النسب من أواسط مضر ولما سألناه عما يدعو إليه قال لنا كذا وكذا وتلو الآيات رد أكثر بقوله يا بني تميم أطيعوني إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها كونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكون فيه ذيولة أدرك أن هذا الخطاب وهذه الشخصية ليست امتدادا للاعتداد القبلي القرشي ولا التفاخر بالأحساب والأنساب وأن هذه الرسالة لا يقول بها إلا نبي ولذلك طلب منهم أن يسلموا للأسف لم يسمعوا نصيحته لأن مالك بن نويرة وكان من زعماء القبيلة وقف وقال لقد خارفة شيخكم شو بدكم فيها الكلام ما تسمعوا منه مالك هذا سيسلم في وقت لاحق ولكن للأسف سيقتله خالد بن الوليد في مسألة حروب الردة سنختم هنا بالقول نحن اليوم في ختام هذه الفترة 13 عاما أيضا سنقف قليلا عند هذه المرحلة هذه السلسلة وصلت الآن إلى نهايتها بهذا الشكل سنلقاكم إن شاء الله قريبا في شكل جديد لأننا سنتحدث عن مرحلة في الحقيقة موازين القوة العالمية والإقليمية ستكون فيها هي الغالبة المرحلة المكية انتهت وانتهى منهجها ومعها انتهت هذه السلسلة لنبدأ سلسلة جديدة بشكل جديد وطريقة جديدة نحاول أن نفيد فيها أكثر لأن عوامل الفكرة الاستراتيجية والسياسية تكون أوضح في المدينة مما كانت عليه في مكة هنا سينطلق الحديث بعد ذلك عن طبيعة التفاعل ما بين مجتمع المدينة والمدن الأخرى عواصم العالم الآخر عن موازين القوة عن طريقة إدارة النبي صلى الله عليه وسلم للصراع مع قريش انتهاء بتحويل لمكة المكرمة أم القرى مرة أخرى إلى حاضنة للإسلام وبالتالي سنلقاكم ان شاء الله على خير في المرحلة القادمة انتظرونا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة